السلام عليكم و مرحبا بكم في الفيديو تعالي ومشاء الله يلقاكم بخير و على خير جيتكم يلغاليات بوصفة بلاتو مملحات متنوعة كما راكم تشوفوا ست انواع مملحات فقط بعجينة واحدة و حشو مختلف حبيباتي ما رايحش تلقاوا اقتصاد كثار من هكا وروقي كما هكا غير بنص درتع تجاجر يعني تتحصلوا على كمية كبيرة من هذا المملحات تكون شكلة يعني كسوس والابات او الحشوات يعني من اروع ما يكون نقولكم حبيباتي ما تراطي وش هذي الوصفة خليولي جام و نقولوا بسم الله في الريسيبيون هنا يدرت كاس تحليب دافي مع كاس تعمى يكون دافي عندي ملعقة ونصف تعمى خميرة الخبز مع ملعقة كبيرة على السكر عندي هنا كاس إلا رابع من الفارينة نخلطه بالفوي كلش كما راكم تشوفوا من بعد نغطي الريسيبيون و نخليها مدة عشر دقائق هنا يا حبيباتي بعد ما فات عشر دقائق يعني الاختمار الأول كما راكم تشوفوا الفوليم يعني تعال خميرة ما شاء الله يعني هبطت هنا الاختمار اضفت هنا بيضة كاملة مع ملعقة خل الأبيض اللي هو بمثابة المحسن نضيف هنا 6 مغارف كبار زيت النباتي 6 ملايق كبيرة مع نصف ملعقة كبيرة نخلطه كلش كما راكم تشوفوا و نبدأ ونضيفه في الفارينة كما كنت تشوفوا كنت ضفت زوش كيسان و نخلط جيدا بالفوي بهذه الطريقة من بعد هنا نضيف الكاس الثالث الكاس الرابع أيضا نضيفه يعني حاولت نعطيكم كلش مضبوط حتى الفارينة مقدار مضبوط نضيفه نضيفه نصف كاس فقط شوفوا هنا القوام اللي تحصلت عليه على قوام يكون بزاف طري يعني من نصف كاس حتى الكاس الاربع كما كنت تشوفوا يعني الكاس الخامس هذك هنا يا حبيبتي هبطت اللاباتي على سطح العامل حطيت لها ملعقة على مارغارين تكون طريب درجة حرارة المطبخ و نبدأ هنا يندلك في العجينة نتاعي مدس وش تقايق هكذا بش تدخلوا يعني الكميه ذكتا على الزبدة ولا مارغارين جيدا في اللابات هنا في الأول راكمرة حين تلاحظوا باللي شوية تتلاسق من بعد رايحة تتلم معاكم يعني تتحصلوا على واحد العجينة اللي هي من أرواح ما يكون ننصحكم يعني هذا اللابات هذي بزاف بزاف هاي لا اعتمدوها وعينيكم مغمضين كنت هنا يغسلت الريسي بيون تاعي ودهنتها بشوية على الزيت نحط هنا يا العجينة نتاعي نغطيها بابي فيلم ونخليها تختامر حتى نضع في الحجم انتاحها يعني تديلكم من 40 دقيقة حتى الساعة يعني على حساب درجة الحرارة على المطبخ انتاعكم والفصل اللي يراكم فيه طبعا خبطت هنا الاختمار ونبدأ هنا نحي كميه يعني من هذي كلابات وقد شوفوا معيك فيش نجي ونشكلوا الميني اومبورغر كما راكم تشوفوا اقسمتها هنا على ثلاث كويرات بها في الطريقة ونبدأ هنا يا حبيباتين نضيبولي فيهم بها في طريقة نحطهم في بلاطون كون دهنتهم بشوية عزيت هنا يا اللي يومبورغر تتحكموا في الحجم انتحهم نرحو هنا يا حبيباتي المملحة رقم الثنين كما راكم تشوفوا هنا طرحت العبات انتاعي ما ترققوهاش هنا كما راكم تشوفوا المالحين كما راكم تشوفوا هنا يا سرسو وقطعت الدوناتس انتوعي ونزيد هنا يا جبت اللاديو كما راكم تشوفوا لا اي حاجة يعني تشوفوا هذا كالثقب لي في الواسط بهذه الطريقة نحيو هذه الضوائرة في النصو تتحصلوا على المالحين مشاء الله نرحو هنا لا ترققوش بزاف دوناتس انتوعكم نحطم كذلك في البلاطون هنا حبيباتي الميني بيتزا ترققوها شوية يعني مبغيتها تكون غليظة بزاف نرحو هنا حبيباتي الميني شوصون كيف كيف لا بات انتاعي شوية رقيقة نطوي هنا ونقصوا هنا شرائط كما راكم تشوفوا يعني اي حاجة تكون مدورة تطبعو بها و تغلفوها يعني كل حبة يعني شوصونت وعكم تطويها على ثنين ونروحو هنا يا حبيباتي المملحة الخامسة واللي هي اللي كورني شوفوا هنا يا حبيباتي طرحت لابات انتاعي على سمك يكون شوية رقيق ونقصوا هنا شرائط كما راكم تشوفوا تكون العرض تاع الشريط الواحد واحد الواحد سنتين جبت هنا يا هذا لي كورني لي مول هذو تعليه كورني ونبدأ ندور في الشريط التعيب هذا الطريقة يعني الصورة را هتعبر على نفسها بهذا الكيفية حاولوا يعني متكملوش حتى الاخر تاع الكورني لانه من بعد رايح يتنفخ ممكن يعني تخرج لكم شوية وهذك يعني الفوتحة هذك اللي غلقنا عليها هذك اللي تحطوها فمن تحت يعني تديروها كعقاعدة لانه من يكين قنات هنا يا حبيبتي يعني تحولو ان تقسموا اللاباتنا على هثه الانواع داروا 6 ملاهات إلا ست انواع هنا يا يا حبيبتي يارت Bel今a قنات هنا كونت هنا اضعوا على شكل ديباقات هكذا صغار هنا يا حبيبتي بعد ما كانت المملاحات التوعية خليتهم اختامر واضع في الحجم التحم جبت هنا يا صفار حبه تحبيبه تشوفهم بعد البيض كذا شريحين نخدمو به الصفار الحبه تحبيبه تحبيبه درت له شوية تحبيبه و نبدأ ندهان في المملاحات التوعية بالنسبة للميني زومبرجر درت له السانوج لدوناتس وليشو سان درت له السانوج درت له جبن مبشور الدراغ وتلت له كيف خاصER مملاحات في القمة شارع الفلفل الحار مملاحات مملاحات كورني ندهنه بالصفر مملاحات البيضة ننصحكم تخبيوا الوصفة هذا الرمضان يصوموا في هذه الأيام تقدروا تسيوهم وكذلك تخبيوا الوصفة هذا الرمضان كورني كورني مملاحة الميني بانيني ندهنه بالحليب ندهنه بالحليب ندهنه نخلط جيداً هذا البولي أشي التعناك كما راكم تشوفوا البيض سوف يخلي لكم يعني البولي تاعكم راح يجي شوية جاري نبدأ هنا يا حبيبتي للموه بالبلاشا بلير تبقى وضيفه حتى تحصلوا على قوام تشكلوهم دي بولات ديروا بهم ليميني زومبرغر التواعي حبيبتي للشوارمة هذي كنت داويتها غير بليزي بيس فقط نتمو ليزي بيس اللي عندكم وحطيتها تتقلى في غرضها نروحوا هنا يا حبيبتي البولي أشي تعني لي كنا داويناه نجيو هنا يا حبيبتي نديروا دي بولات بهذا الطريقة ونطرحوهم يعني هكذا باش نتحصلوا على هذا الضوائر اللي رايحين يعني نديروهم في الحشو تعليزون بورغر انت وعنا هنا في ميقلات هذيك الدوب الفاس يعني انتموا الميقلات المهمة اللي ما تلسقش تدهنوا لها شوية عزيت وتروحوا طيبوهم يعني مليكوتي في زور بهذا الطريقة حتى نتحمروا معكم المليح هنا يا حبيبتي كنت خرجت المملحات انتواعي بهذا الطريقة يعني طيبوهم التحت وزيدو حمروهم شوية من فوق هايلكم كذلك خرجت هذا اللي كورني بالنسبة احنا يا باش نحيو الديموليو يعني هذو اللي مولتع اللي كورني لازم وهم سخونين تديموليوهم باش يتنحولكم فاصل ما يعني ما تخليوهم مش حتين يبردو وهم سخوني تروحوا تنحيوهم رايحين يتنحولكم بكل سهولة هايلكم هايلكم هايلي كورنيتا وعنا صدقوني هاذ لابات بزيف خفيفة وهشيشة تصلحوا لكل انواع اللي صالي انتواعكم بالنسبة للميني بانيني شوفوا هنيا كنت طيبتهم يعني غير ملتحت نطيبوهمش ملفوق يعني ما بغيتهمش يتحمروا لي ملفوق لاني رايحة نبريسيهم من بعد هنيا يا حبيباتي جبت هذيك المقلعة يعني هذي فيها الخطوط كما تقدروا يعني تديروا البانيني اللي عندها نحط لالخبيزات انتواعيتها البانيني وننزيروهم ملفوق يعني ببلاطو يعني هكاب بشي تبريسة وناء مليح هكذا يضيفوا لي هذي الخطوط هاوليكم هنيا يا حبيباتي الميني بانيني تانا كفشدونا هذيك الخطوط يعني تبريسة ومشاء الله هاوليكم هنيا وهاوليكم هنيا يا حبيباتي اللي صالي التوعنا يعني هكذا مازلنا محشينا همش يعني جو مشاء الله تحصلنا على كمية كبيرة يعني بواحد اللابات اللي هي بزاف خفيفة وهشيشة مقاديرها جد بسيطة يعني ننصحكم تحتعمدوها رايحة تحمر لكم وجوهكم اول حاجة هنيا يا حبيباتي رايحين نبدو بليميني زونبرغير هاي لكم هنيا بعد ما خليتم يعني بردو شوية نقسم هنيا بالمستع المنشار الخبز يعني جبزة خفيف درت هنيا كمية مليحة تعل الجبن هذك تعلبيدون درت هنيا شريحة تعل طماطم شوية تعل سلاطة ودرت هذوك يعني الخبيزات هذوك تعل بولي اشي اللي كنا اخدمناها مع بعض درت شوية تعل الفرماج من الفوق يعني ووضع يعني ووقفلت بهذا كل الخبز يعني انتو ما اول يعني بوش حبيتو تحشيو اللي زونبرغير تواعكم تحبو ديرو يعني البيض تحبو ديرو يعني هذوك الشرائح هذوك تعل الفرماج كي ما تحبوه وهنايا جبت هذوك اللي بيك اذوك درت لهن حبة زيتون خضر كي ما راكم تشوفوه هاوليكم ميني زونبرغير تواع ناج صدقوني جاومين اروع ما يكون بزف بنان وخفف نروحو هنيا يا حبيبتي الميني بانين نجيب هنيا الموس طبعا تعلمين شارت قسمو به المخبوزات اه قسمتم هنيا على اثنين درت كمية مليحة من الجبن درت هنيا شريحة تعل سلاطة ودرت هنيا هذوك الحشو تعشا وارما جبز زف بنين تبلو بارك مليح درت هنيا كذلك الجبن تعلبيضون كنت خففته بشوية تعال المايونيز وهاوليكم هنيا الميني بانيني اتا وعناجة وبزف بزف هايلين يعني الصدقوني البنة تهضر وحدها نتمنى برك اتجربوهم اروحو هنيا يا حبيبتي الميني شوصة شوفو هنيا يعني يراهم غير يعني كي غلقناهم هاكذاك جس من بعض راكم رايحين تفوتوا عليهم الموس يتفتحوا معاكم بكل سهولة كيف كيف هنيا يا حبيبتي نديرو هنيا كمية من الجبل نديرو هنيا شوية تعسلاطة ودرت هنيا شريحتين من الباتي دجاج يعني هذك الحار يجي بزاف بزاف بنيه يعني هنيا حشو بسيط وبزاف هايل اروحو هنيا يا حبيبتي الحشو تعالي كورني بالنسبة لهذاك الخبيزات اللي كنا يعني تعالي البولي اللي كنا يعني طيبناهم في المقلة بقاولي حبيباتكم تقصيتهم يعني بتيدي صغار كامل يعني فتتوهم قد ما تقدروا كما تقدروا يعني تحبوا طيبوه يعني كما تحبوا لهذاك الحشو تعشوار مو تقصوه يعني بتدي صغار درت له كمية من زيتون يعني الأخضر شرائح زيتون إيفيلي ودرت لهم يعني بطاة عياء أورت ناتير درت لها كمية مليحة على الفرماش خلص جيدا وعمرت هذوك اللي كورني التوعنا هنا يعني نجيبوا هذك الجبن المبشور ونغمسوا اللي كورني التوعنا يعني رايحين يرفضوا لكم كمية مليحة من الجبن المبشور حكتر يحين تتحصلوا يعني على واحد الشكل تعليق كورني بزاف بزاف هايل نروحوا احنا يا حبيباتي اللي شوص اللي عفوا ميني دوناتس هذو المالحين قسمت الواحدة على اثنين درت لها الفرماج درت لها طماطم ودرت لها الباتي الدجاج الحار وشوية من الفرماج كذلك يعني تحبوا ديروا الطعنة يعني الامانة كنت حبا دير طعنة ولكن يعني حكذا طالت طلبوا مني العيلة تعيي اني ندير نكمل يعني بالباتي الدجاج انتوما لكم الخيار وهاوي لكم هنا يا حبيباتي اللي صالتها وعنى في شكل تحامل نهائي نتمنى بركوا تجربوهم نقولكم حبيباتي اللي دخلتوا معايا يعني دخلتوا الجدد القناتي ما عليكم غير تشرفوني بالاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ونقولكم الف مرحبا وسهلا بكم في القناة القناة قناتكم ونتمنى يعني تعجبكم القناة ويعجبكم الفيديوهات ويعجبكم كذلك المحتوى نقولكم حبيباتي نورتوني وشرفتوني في قناتي دعموا لي لفيديو بهذيك الجام ربي يحفظكم تهلاولي في رواحكم انتظروني في وصفات اخرى ونقولكم سلام ترجمة نانسي قنقر